طبعاً متعارفين انتو مين الليل نارض نارض لجماعة افتتاح مركز درسات الاشتراكين المنون قوسين الاشتراكين السوريين بس يا حبيبي اجرق انت ايش دو مستمت بكرا بتهاري انا بس قبل منافيدك تقديم من ياسر ممكن تكون بالنسبة لحركات تانية فكرة تفتاح مقرة يعني فكرة عادية او سهلة او بسيطة او مفهاش تعم لكن الهي بالنسبة لنا كان شيء يعني كان شيء زي الحجم كده هو ان احنا يبدينا مقرة نفتح تير والناس لما تحب بتسمع ما تسمعش مفره اولا من فكرة وكاشة لكن تسمع من ايه نحة ودي وتعرفين هما للشارعين الصوريين دول بيعملوا ايه وعايتين حجبوا بالضبط ويحلموهم وهدفهم فالتالي قبل ونبتدي بالناس اللي قاعدة جنبي احب اقول ان فيه ناس تعبت جدا في المكر يعني اللي عاكبه شكل المكر كنا منفتكرش ان هو كان مجني بهاذا الشكل ده هو كان فيه حيطة في هذا المكان اللي انتوا عليين فيه وكان طريبا مبايش مية ممكن نسمع اللي بازل اكبر مجهود في الموضوع اللي هو المدام ممكن نسمع مانوة 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 انا مش 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 عارف اتكلم اصلا انا مش عارف اتكلم اقول حاجة يعني انا كنت حاس ان انا بعمل حاجة في بيتي يعني مش انا كنت بحلم باليوم ده من زوان يعني وانهاردة كل حاجة عدت قدام عيني يعني الاعتقالات والمتضارب اللي كنا من الضرب والحاجات دي وقد دي احنا كنا بقالنا يعني انا بقالي خمس سنين مسلا بندور على مكان وفي ناس قابلي بقالهم سبع سنين وكده بس انا عايزة اشكر بجد 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 كل الطلبة عشان انا بحب الطلبة يسكت يسكت حكم العزق في برضو سجوت يا جدعان عيف جدا ولا لازم اما في عميد كلية يطردك ويعط في شخصية تانية برضو لازم نسمع عمالها كلمتين وهي كان لها برضو دور كان بتيجي تقريبا من الساعة 7 الصب يعني ممكن بقاش معام مفتاح وديجي عشان تستعصل على الصب عشان تنزل استعصل على الصب هي نهلة الرفيقة نهلة طبعا طبعا الصحبة مثل هني تكتب مش هتلاحك تتبع عشان عايزة طبعا طبعا الطبعا طبعا القبر طبعا اللي ح Gerade يعني اذا كان انا عندي احلام قول ايه لا اوي تمام فانا شفت منهم حلمين في حياتي اولا الصورة المصرية امي تاني حاجة ان احنا فتحنا مركز درسالة الشركية دايوم سعيد جدا بالنسبة لي الممكن اتكلمكم ازايا عن المركز ممكن اتكلمكم شوية عن المركز انا عاوز اقول لكم الحيطة الوراء دي المشروع عليها اللوجو تمام دي كانت توقع تمامة كنا كولا ما نحقب طلها مع الجول اللي احنا عملناه بادينا بره يوع تاني ويتشقق تمام انا عاوز اقول لكم كمان ان احنا كلفنا المكان تقريبا حوالي من سبعمائة لتممائة جنيه يعني كل اللي انتو شايفينه ده تمويل تمويل طيب احنا كلفنا حوالي من سبعمائة لتممائة جنيه يعني كبير ويعني تمام كل الحاجات اللي حسرت في دي كلها انا حابة جدا اشكر طبعا رانوه لان هي بلمساتها الفنية هي اللي عملت المكان دو حابة اشكر حماية لان هو كان بيجي معايا من الساعة سبعة صبح تقريبا نقض نشغل في المركز ده الوحدنا حابة اشكر جادر جدا اوه ام Speed قابل امواه جى برسال صوريان فهو انا مش اشتركين سوريان بس يعني كل اصحابي موجودين في الحركة ولما طلب و أنا بنفس اللي طلبت أنا اشتغاد معهم في المقار لما جينا أنا كان نفسي اشتغل المقار كان متضمر تماما واحنا اشتغلنا مع بعض كلنا يعني جينا ساعدنا وزبطنا حاجات والحمد لله زي ما تشايفين كده حاجة تصرر شاد